لم يتركوا الردة لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام كان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى الإسلام وفي آية المائدة إن مدزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا جاء عن أبي قلابة وغيره من التابعين إن هذه جاءت في المرأة في المرتدين ودأت أحاديث كثيرة مش حديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة يعني في أن يقتل المرتد حديث ابن عباس من بدل ديناه فاقتلوه حديث ابن مسعود لا يحلوا المرين إلا إحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وحديث أبي موسى الأشعري ومعاد ابن دبل وأبي هريرة وعدد من الصحابة في مسألة الأشعر